نشرة اخبارية مفصلة من الميتين والبداية مع العنوين يوم غضب وحداد في فلسطين المحتلة غدا تستشادي شابين برصاص الاحتلال تظاهرات ومواجهات تسبق قمة المناخ في باريس وجهود لعقد لقاء بين بوتين واردوغان لتهديئة التوتر بين البلدين اتفاق اوروبي تركي على تعاون لوقف تدفق اللاجئين مقابل حوافز مالية وسياسية لانقرة واغلو يصف الاتفاق بالتاريخي صباح الخير استشهد الشاب الفلسطيني ايمان العباسي في خلال التصدي للقوات الاسرائيلية التي اقتحمت حيي سلوان ورأس العمود في القدس المحتلة كذلك استشهد فلسطيني اخر بدعوة تنفيذه عملية طعن في المدينة الى هذا اصيبت مستوطنة في عملية طعن داخل حفلة اسرائيلية في القدس القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة اعلنت الاثنين يوم غضب وحداد على ارواح الشهداء وادعت ابناء الشعب الفلسطيني الى التصعيد الميداني في مواجهة المحتل في كافة المناطق والاحياء المقدسية القوى الوطنية وفي بيان له اكدت ان هذه الدعوة تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني واطفاله رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو اعلن قطع العلاقات السياسية مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين نتنياهو سبق ان اكد انه لن يسلم الفلسطينيين ولو مترا واحدا من الارض كلام نتنياهو جاء ردا على المعلومات التي نشرت عنية الحكومة تسليم اراضي مصنفة في المنطقة جيم في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية وفق ما ذكر موقع ولا الاسرائيلي هذا وقد قررت الحكومة الاسرائيلية بناء مستوطنات جديدة في النقب فوق اراضي قرى عربية سياسة اسرائيلية تسعى الى تكريس السيطرة على الارض هنا محميد على مساحات الارض الشاسع التي تعود ملكيتها للبدو الفلسطينيين في النقب الذين يعيش معظمهم في 36 قرية غير معترف بها قررت الحكومة الاسرائيلية بناء خمس بلدات يهودية جديدة اثنتان منها ستقام على قريتي القطامات وبير هداج اما الباقية فستحاصر مدينة رهط اقامة قرية يهودية وتخطيطها على قرية موجودة بها سكان يسكن هنا منذ عشرات السنين واحيانا منذ مات السنين يوضح الهدف الاساسي من التخطيط في النقب وهو تفريغ النقب من سكانه العرب وبالتالي نحن نواجه سياسة متواصلة من محاولات التهجير احيانا عن طريقها هدم البيوت واحيانا عن طريق التخطيط تكريس السيطرة على الارض هو احد الاهداف المعلانة لهذا المشروع ففي النقب يسكن اليوم نحو 225 فلسطينيا بعدما هجر نحو 90% منهم خلال النكبة وترفض اسرائيل الاعتراف بملكية البدوي ارضهم البدو يطالبوا بمسكن خلينا امحلي كرامة مش اكثر من كرامة يعني البدو والعرب عانوا الامرين من قبل واليوم وكل 67 سنة سياسة تمييز في تمييز في تمييز وتدعونا الديمقراطية واحنا بنشوف فعليا ان هذا مش موجود كله كل يوم بجيب مستوطن جديد والناس الموجودين بيعانوا العام الماضي هدمت سلطات الاحتلال ما يربع على 1200 مسكن هنا المشروع الجديد قد يلزمه وقت ليخرج الى حيز التنفيذ فيما سياسات القهر مستمرة على الرغم من ظروفهم القاسية طور الفلسطينيون في النقب قدرة لافتة على التشبث بالارض قدرة تفشل العديد من المخططات الاسرائيلية هنأم حميد من صحراء النقب الميادين تفتح في باريس اليوم قمة الامم المتحدة للمناخ لتطوير الطاقة البديلة في خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل مكافحة الاحتباس الحراري مصادر مطلعة تحدثت عن جهود اوروبية لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان لتخفيف التوتر بينهما عقب اسقاط تركيا الطائرة الروسية تقرير هبا محمود لا هدوء في باريس استنفار سياسي وتأهب أمني أهداف بيئية وحركة لا تكاد تتوقف العاصمة الفرنسية مضيفة لممثل مئة وخمس وتسعين دولة مشاركة في قمة المناخ بينهم نحو مئة وخمسين رئيس دولة وحكومة رؤساء العالمي يجتمعون في باريس والنشطون البيئيون يتظاهرون حول العالم في أكثر من الفي تجمع ومسيرة ونشاط في يوم اعتبر من أكثر الأيام نشاطا في شأن تغير المناخ في التاريخ وفي فرنسا البلد الذي يحبس أنفاسه بعد الهجمات الإرهابية التي تعرض لها منذ أسبوعين وجه المتظاهرون حال الطوارئ المعلنة برفع شعار حال طوارئ مناخية النشطون البيئيون تجمعوا في ساحات العاصمة محتجين وغاضبين والشرطة تعتقل وتفرق بالمياه وتشتبك بالغاز المسيل للدموع وتفرض الإقامة الجبرية على ناشطين بيئيين الهجس الأمني دفع سلطات الفرنسية إلى وضع باريس في ظل تدابير أمنية مشددة عبر نشر الآلاف من عناصر الشرطة ومنع حركة السير وتقييدها على بعض المحاور الرئيسة في العاصمة لحماية أضخم مؤتمر في تاريخ مفاوضات المناخ ليس الاحتباس الحراري على أهميته هو فقط ما يرفع حرارة الأجواء في قمة المناخ فعلى الطاولة مواضيع ساخنة أخرى إذ يرجح أن تشهد لقاءة سياسية تختبر نوايا القادة في إمكان التوصل إلى حلول لملفة ساخنة كالملف السوري والحرب على الإرهاب وملف إسقاط تركيا مقاتلة روسية والجهود الأوروبية لترتيب لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير فوتين وتركي رجب طيب أردغان لخفض التوتر توافق زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا على إطار عمل لاحتواء تدفق اللاجئين مقابل حوافز مالية وسياسية لأنقرة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولونت تحدث عن إطار عمل مع تركيا بخصوص أزمة اللاجئين ومواجهة الإرهاب وعلى هامش القمة الأوروبية التركية في بروكسل طالب أولونت بضرورة معرفة الأشخاص الذين يعبرون الأراضي التركية نحو أوروبا مؤكدا أن بين هؤلاء إرهابيين شاركوا في هجمات باريس المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أكدت بعد القمة أن الاتحاد الأوروبي سيفتح الفصل السابع عشر من مفاوضات الأنضمام مع تركيا هذا العام سيعمل على تسريع العمل بالسفر من دون تأشيرات للأتراك إذا جرى الوفاء بالشروط القائمة لقد تحدثنا في التدابير بنحو موسع الاتحاد الأوروبي سيفتح الفصل السابع عشر من مفاوضات ضمام تركيا هذا العام وسيعمل على تسريع السفر من دون تأشيرات للأتراك إذا تم الوفاء بالشروط القائمة تركيا ستساعد في استيعاب اللاجئين في إطار قانوني فتلا من التدفق الحالي الذي لا يمكن السيطرة عليه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو وصف نتائج قمة بريكسل بالتاريخية في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أغلو رأى أن القمة تكرس بداية عملية جديدة في العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد وألفت أغلو إلى أن حكومته ستمضي قدما في طريق الإصلاحات الديمقراطية ولسيما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف استراتيجي لبلاده قال الرئيس التونسي الباجقيد السبسي أن تونس بحاجة إلى السلم الاجتماعي وإلى التوحد في وجه الإرهاب السبسي وفي كلمة له أشار إلى وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي العام للشغل مؤكدا ضرورة أن يجي التوصل إلى الاتفاق قبل العاشر من ديسمبر بين اتحاد الشغل والقطاع الخاص لافتا إلى أن أزمة حزب نداء تونس وصلت إلى طريق مسدود التوجه إلى المسؤولين سواء كان في الاتحاد العام للشغل رجعوا في قرار الضراب الذي كان مشيقع في تونس العاصمة يوم 25 بالضبط ولكن هو في الحقيقة ما حقوش يكون بكل الضراب لأنه يجب أن نتحاوله ويجب أن نوصل للنتيجة وأنا نعتقد أنه مشوصل للنتيجة ولهذا هذا الشيء ضروري الذي يتم قبل العاشر ديسمبر وفي تونس أيضا أوقفت القوى الأمنية في ولاية مدنين التونسية خمسة أشخاص متشددين وذلك في مداهمات في بنجردان وبحسب مصادر أمنية فإن الموقفين تدربوا على صنع الأسلحة والمتفجرات في مدينة صبراطا بليبيا وشاركوا في المعارك ضد قوات اللواء خليفة حفتر دعا العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي جون مكين والإنزي جراهام وواشنطن إلى زيادة قواتها في العراق إلى نحو 30 ألف جندي مكين وغراهام لذان يزوران العراق انتقداء الاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي بشأن داعش والتي تعتمد على الضربات الجوية وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رأى أن بلادها أو بلاده في حربها ضد الإرهاب أو ضد داعش تحديدا تدافع عن العالم بأسره وتحميه من العمليات الإرهابية وكشف الجعفري أن العراق كان قد حذر فرنسا ودولا أخرى من هجمات وشيكة التوفرات لدينا معلومات أنهم ينوون إنشاء هذه القوم يقدموا على هذه العمليات الإرهابية وقد بلغناها لمكاتب المخابرات هذه الدول في بوتات من الجملة كانت فرنسا كانوا ينوون نشاطات الإرهابية في فرنسا وفي إيران وفي مصر نحن بالعراق نواجه عملية الدفاع مو بس عن العراق عن العراق وعن دولكم وعن دول العالم في العراق أيضا تواصل القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي عمليات تأمين محيط مرتفعة مكحولة شمال صلاح الدين في وقتنا تنفذ فيه قوات الحشد الشعبي عملية لتأمين قرى شريف عباس ومعسكر عين الحلوي غرباء سمراء تقرير عبدالله بدران حرب طول النفس على أشدها في مرتفعات مكحول شمال صلاح الدين القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي تندفع لسفح الجبل لمنع تحرك داعش من دجلة وإليه أو من مكحول إلى حمرين والفتحة شمال شرق تكريت الحاجة الميدانية تفرض زيادة ضغط طيران الجيش على داعش في مكحول واستمرار غطائه للقوات في اللاين وقرى شريف عباس حيث الطريق الرابط بين الأنبار وصلاح الدين نحتاج إلى دعم من التحالف الدولي لأنه لا نمتلك الغطاء الجو الكافي وتنفيذ ضرابات كافية لدحر داعش وأيضا نحتاج إلى المزيد من التقنية العسكرية في الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الذكية في ظل اتساع جبهة المواجهة مع داعش والتي تمتد إلى الرمادي وحدود الأنبار الشرقية مع العاصمة بغداد تتسع المطالبات بإعادة النظر بالموازنة المخصصة لحاجة الحجد العسكرية ثلاثة لقاءات جمعت قادة الحجد برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لشرح متطلبات المعركة هي مطالبات موضوعية ومقبولة لما يتناسب مع حجم الأداء العسكري والعباء القتالية المترتبة على عاتق فصائل الخشد وبينما تتصاعد سخولة الميدان تتصاعد المطالب السياسية في البرلمان بدور روسي ميداني أكبر عمليات أمنية وعسكرية ومعركة طول نفس كسبتها القوات الأمنية العراقية بعدما قلصت خطوط إمداد داعش بين محافظتي صلاح الدين والأنبار هو يحاول خلق جبهات مشاغلة وهي ضربت خطوط إمداده في مكحول ودجلة وعند الرمادي مركز الأنبار عبدالله بدران بغداد الميادين أكد الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي أنه لن يتراجع عن انهاء ما وصفه بالانقلاب واستعادة الدولة واليمن الاتحادي هادي أضاف في خطاب لمناسبة ذكر استقلال الشطر الجنوبي من اليمن إن حكومته تعمل لوقف التدخل الإيراني في اليمن واتهم أنصار الله بالتحالف مع رئيس السابق علي عبدالله صالح لمحاربة بقية اليمنيين في المقابل حذر رئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أن الفشل سيكون حليفة كل الذين يعملون على صب الزيت أو على صب الزيت على النار وإشعال مزيد من الحروب الداخلية بين اليمنيين مؤكدا مواصلة اليمنيين كفاحهم ضد الحرب على البلاد صالح لفت إلى أن الشعب اليمني سيرغم من وصفهم بالمستعمرين الجدد الذين احتلوا اليمن على الرحيل وأكد رفض اليمنيين لمن تآمروا على الوطن على حد تعبيره تستمر معاناة الأسر اليمنية جراء قصف طائرات التحالف خصوصا تلك التي تصيبها نيران الحرب بنحو مباشر عائلة علي عبدالكريم مثال صارخ يعبر عن ويلات الحرب تقرير أحمد زبيب موقف لا يمكن أن ينساه علي طوال عمره فقد رأى بعينيه لحظة وداعه الأخيرة لأخته ولأولادها طائرات التحالف قررت أن منزلهم في العاصمة صنعاء هدف لها فكانت النتيجة مأساة إنسانية جديدة سبعة شهداء رحلوا في إغماضة عين معظمهم أطفال ونساء لحظة وداع مرة قوية أكيد صارت أشلاء أمام عيني هي وعيالها أكيد طبعا موقف أكيد لا أحد يقدريني لا أشنساش المدال العمر هذا منزل عائلة علي الذي دمر وهذا كل ما تبقى من حاجياتهم وتزداد المأساة بهذه الإعاقة الدائمة التي حلت بعلي بات بلا قدرة على إعالة أطفاله ولا يملك سقفا يأويهم من برد الشتاء البيت كامل تخرب وما بيش عين نسكن لأن الأسرة ذا حين نازحة ناس سنية ناس سنية وما يفرجها الله أسرة انتهت يعني تخرب بيتهم ومناس مساكن لا لهم لا دخل لا بهذا ولا بهذا جهال أطفال نساء ماشيين بأمان الله تخرب بيتهم طائرة أشلة ملان الحارة بذنب من عشرات الآلاف من المنازل في اليمن وضعها مشابه لمنزل علي بفعل استهداف طائرات التحالف للمدنيين ولمنازلهم ولا مكان لديهم اليوم للسكن والحياة ما ذنب الأطفال والنساء الذين سقطوا هنا في هذا المكان وما ذنب العائلات التي دمرت منازلها تساؤلات يضعها علي وغيره ممن استهدفتهم طائرات التحالف أحمد محمد زبيب صنع الميادين أكد رئيس السوري بشار الأسد تصميم بلاده مع أصدقائها على المضي قدما في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله موقف الأسد جاء خلال استقباله مستشار المرشد الإيراني علي ولايتي في دمشق محمد الخطر رسائل دعم إيرانية لدمشق في ظل تقدم الجيش السوري على جبهات حلب وريف اللاذقية خصوصا رسائل نقلها مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي للقيادة السورية الرئيس بشار الأسد جدد تصميم بلاده وأصدقائها على المضي في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله من واجب إيران كالمعتاد الوقوف إلى جانب هذا البلد الشقيقي حكومة وشعبا علاقاتنا أخوية وقوية في ظل هذه الظروف الحساسة الحيوية الذي تواجه فيه سوريا ألد أعداء الأمة ارتياح سوري للنتاج المحققة على الأرض بدعم روسي وإيراني وتوقعات باستمرار التعاون بكل صوره انطلاقا من أن دمشق تخوض حربا في مواجهة إرهاب يهدد العالم كله لا سوريا فقط نطالب نحن أيضا في جمهورية العربية السورية بالمزيد من الدعم لسوريا من العتاد من الدعم الاقتصادي من الدعم في تقديم السلاح في تقديم كل شيء لسوريا لأن معركتنا واحدة نحن نخوض معركة نيابة عن العالم بأجمعه التشاور على خط دمشق طهران وموسكو يتخذ أهمية قصوة مع التطورات الميدانية ومع الحراك الدولي لترجمة مخرجات مؤتمر فيينا إلى حلول جدية بحثا عن حل سياسي للحرب في سوريا زيادة الدعم الإيرانية لدمشق تنعكس تطورات ميدانية على الأرض دعم أن يأخذ أهمية مضاعفة مع ازدياد الأصوات الدولية الداعية لمكافحة الإرهاب كأولوية للعالم وليس لسوريا فقط محمد الخضر دمشق الميادين إلى بيروت حيث الساعات الطويلة من الانتظار التي أنضها أهالي العسكريين اللبنانيين في مخيم اعتصامهم الدام في وسط المدينة آملين إبراما صفقة التبادل بين الخاطفين من النصر والحكومة اللبنانية إلا أن شروطا جديدة للنصر أرجاءت التبادل تقرير عباس صبخ ساعة طويلة من الانتظار هنا في وسط بيروت أهالي العسكريين المخطفين لدى جبهة النصر في جرود عرسال كانوا يتأملون اليوم لقاء أبنائهم إلا أن شروطا تعجزية أضافتها جبهة النصر في اللحظات الأخيرة ما عرق للصفقة التبادل منذ الصباح تجمع الأهالي هنا في خيمهم خيم نصبوها منذ تشرين أول أكتوبر العام الفائت في انتظار عودة أبنائهم رقصوا وزغردوا وفرحوا ومن ثم تلاشى الفرح بعد توارد الأنباء عن شروط جديدة للنصرة شروط لا تبدو غريبة فصفقات التبادل السابقة شهدت مثل هذه الشروط التعجزية خصوصا لدى تبادل موقفي أعزاز عام 2013 بموقوفين في السجون السورية وكذلك في صفقة إطلاق راهبات معلولة فالجهات الخاطفة تعمد إلى الابتزاز إلى أقصى الدرجات وأيضا لم يغب الابتزاز الداخلي من بعض الجهات التي تعتبر نفسها متضررة من إطلاق العسكريين تحديدا لجهة الوسيط الوحيد والأقوى في هذه المفاوضات المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم سياسيون ورجال دين دخلوا على خط التفاوض وإن كان بطريقة غير مباشرة وعمدوا إلى تسريب بعض الأخبار في محاولة لقطف ثمار صفقة تبادل تعتبر الأهم في لبنان الأمر الذي زاد الأمور تعقيدا ابتزاز إضافي ليس فقط من جبهة النصرة وإنما من حلفائها في بعض المناطق الحدودية الأهالي وعلى الرغم من التشاؤم أبدوا تفاؤلهم بقرب إطلاق أبنائهم جينا بداية النهار بتفاؤل وأمل كبير هلأ أكيد أملنا بأله بعده كبير وبعدنا متمسكين وصبرين هلأ النهار كان كثير صعب بتفاؤل الأخبار شي إي شي لا الأطفال أيضا كانوا هنا في الانتظار منذ ساعات الصباح توافدوا إلى الخيام مع أهاليهم ولديهم مطلب واحد إطلاق العسكريين اللبنانيين من جرود عرسال يبدو بأنه قريب على الرغم من كل المعوقات التي طرأت لأن المفاوض اللبناني يملك أوراق قوة لا يمكن لجبهة النصرى أن تغفلها لم يفقد أهالي العسكريين المخطفين لدى الجماعات المسلحة في جرود عرسال الأمل بلقاء أبنائهم على الرغم من الشروط الجديدة التي أطافتها جبهة النصرى لإتمام صفقة التبادل عباس صباق بيروت الميادين والآن إلى أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع هبة الله بيتار صباح الخير صباح الخير وفاء شكرا لك صباح الخير لكم مشاهدين نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة البناء ونقرأ فيها بوتن وأردوغان وفرص الاجتماع في باريس تتوقف على تموضع تركي تسليم جثة الطيار وصفقة العسكريين المخطفين تزامن التسهيل والتعقيد حزب الله هادئ وسجال جعجع مع جنبلات وأحمد الحريري يذكر بالمرجعية أيضا في البناء البحرين المعارضة تتضامن مع الشائب ننتقل إلى صحيفة الحياة وفي عنوانها الأول مناخ باريس تبدأ بمواجهات وتشهد اختبارا للنوايا القمة قد تقر خطة دولية طموحة لتطوير تكنولوجيا طاقة نظيفة جهود أوروبية لإقناع بوتن بلقاء أردوغان مبادلة العسكريين اللبنانيين لدى المصر تتأخر سلام ألغى زيارته باريس في ضوء المستجدات واللواء إبراهيم يؤكد استمرار التفاوض من الصحف السورية نختار صحيفة الوطن ونقرأ فيها الجيش على أبواب مرج السلطان ويواصل تقدمه في ريف اللاذقية قذائف المستلح الغوطة تنهال بالجملة على الأحياء الدمشقية وإصابات بين المدنيين الرئيس الأسد إنجازات جيشنا دفعت دولا معادية إلى التصعيد ولاية إذا تكرر ما حدث في جنيف في فيينا فسيفشل المسار السياسي والمعلم التطورات كشفت حقيقة الإرهاب أنقرة تدعو إلى التنسيق بين التحالفين الأمريكي والروسي ضد الإرهاب فرقاتة ألمانية سترافق شاردغول وموغيريني من الخطأ التراجع إلى الخلف في المحادثات السورية من صحيفة الوطن السورية إلى صحيفة الدستور الأردنية ونقرأ فيها خريطة طريق مصرية للمصالحة الفلسطينية تتضمن أربع نقاط بينها إعادة بناء منظمة التحرير إجماع إسرائيلي على فشل التصدي للانتفاضة شهيد وحملة ضد وسائل الإعلام الفلسطينية أما الآن فننتقل إلى الكويت مع صحيفة النهار ونختار من عنوينها نتنياهو لن نسلم للفلسطينيين مترا واحدا من الأرض أما ختام هذه الجولة فمن الجزائر مع صحيفة البلاد وفيها القضاء على إرهابيين واسترجاع أسلحة رشاشة في تيزيوزو موازات مع توقيف سبعة وعشرين مهربا وواحد وعشرين مهاجر أفريقيا بالجنوب والآن إلى فقرتنا الأخيرة في النشر فقرة الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر